عادي معكم مشاهدينا الاسم الأخير من جولدن بول معنا ردوان غندور أول شي بنا نقول لك الحمد لله على السلامة الله يسلمك يعني فيكم تتطمنوا لكل اللي سألونا اليوم حادث يعني كثير خير الله فعلا أنا كمان بشكر كل اللي اتصل أو بعض رسالة الحمد لله أنا بخير وكل الأمور أنا رغم هالشي بدي أحييك أنك رغم الحادث اللي عملته أنك موجود معنا بستوديو هذا واجبنا بدي أقول لك كمان ينعاد عليك أن أعيد ميلادك الأسبوع الماضي وأيضا بدي أقول لك تربع بعزك رحمة الله اللي هي آخر العنقود بعد ثلاث شباب حلية ألف مبروك إلك والله يمكن أن بحسنتها اليوم هيك قطعها الحادث على خير يعني الحمد لله الحمد لله ونحن نستعرض إحنا بياك الحالات المرحلة التامنة وكثير هن الحالات مش مش إلال صراحة يعني نبدأ أصلا بالحالة الأهم أو الحالات الأهم يلي هني مباراة العهد وتضاموا صور طبعا هون الكرة لم تتخطى خط المرمى نشوف بالإعادة إيده لهذه المرتضى كانت على الخط تماما والكرة لازم تعبر بكاملة هون بأكتر زاوية مبينة الكرة أصلا ممكن حتى موسط على خط المرمى واضحة واضحة وهو كان متمركز بعيدا عن الخط يعني هذي كمان الشغلة بتدل أكتر إنجاز حقيقة يعني الحارس يقطع يقطع لك عدا بعيد عن الخط فهذا واضح أن الكرة ما عبرت الخط هذي واحدة من الحالات يلي طبعا أثارت الجدل بالمباراة الأمور واضحة رح تشوفوها بمشاهدينا يعني عنا أيضا حالة أخرى من المباراة إذا فينا فيرونيك مرئهم بشكل سريع كرميل نقدر نعطيهم حقهم محمد حيدر يلي حصل موجود ركلة الجزاء موجودة ولكن سبق خطأ لمصلحة مدافع التضامن إذا منلاحظ بأول تمرير الكرة من لعب العهد لمحمد حيدر كان في خطأ للاعب التضامن هكما اعتبر هون كرة مشتركة هيدا رأيك هيدا رأيك الخاص هيدا رأيك بالتأكيد يعني رأي ردوان غندور بعد ما دققت في يلا الحالي في تاكل نزل على يلا اللاعب راح تشوفوها هون بالإعادة هيدا هيدا الحالي هيدا التدخل يعتبر مخالف لمصلحة يعني اكتر اعتبروه اشتراك بالكرة ولكن رأيك اللي تجد خليني يقول هيدا رأيك الخاص ردوان غندور راحنا منحترم رأيك اكيد مش رأينا نحنا ولا رأي لجنة الحكم مثل ما راح نشوف الحالي اللي بعدها حالة فانالتي التضامن الصور فانالتي التضامن الصور هون بشكل واضح مهاجم التضامن لعب القرى بييده صحيح بحاجة هون لانزار عم بحاول يحتال على الحكم واضافة لانزار لمهدي خليل للتهور اذا احتسبت الفانالتي لا لا حتى لو احتسب الحكم لمسة اليد على مهاجم التضامن لازم كمان يعطي مهدي خليل لانه هون في تهور الحكم احتسب راكل الجزاء بهيدي الحالي بس ما عطي انزار لمهدي بس ما عطي انزار لمهدي لو ما في لمسة اليد لازم يعطي انزار لمهدي لانه في تهور نروح للمبارات اللي بعدها او بعد عنا حاليت بهي المبارات عنا البنالتي بنفسها هون كمان قدم واحد على خط المرمى او على مستوى خط المرمى هي كافي مهدي خليل قدم اليسرى كانت على خط المرمى تماما ما في اي مخالفة بالتنفيذ نتابع ايضا مع مزيد من الحالات من هالمرحلة التامنة مبارات الصفا والنجم والنجمي هم لاحظ انه في ركل الجزاء لمصلحة الصفا اهمال من حسن كوراني يمكن ما انتبه لمهاجم الصفا وعم بيطالب انه باستمرار اللعب لانه يعرف حاله انه ارتكب خطأ اصطدم فيه وما تقدموا وما تقدموا باهمال هاده ركل الجزاء ركل الجزاء واضحة الصفا باستحق الحصول على ركل الجزاء اهه هاده نقطه لافته لافته جدا مباراته للغازية وشباب الساحل حقيقة هذه الحالة دققت فيها كتير أنا وحاولت استعمل الخطوط اللي مبينين بالملعب على الأرجح ومش على الأرجح بيجزم أنه مهاجم الساحل كان متسلل بهذه الحالة كان فيه تسلل على مهاجم الساحل كان فيه تسلل بهذه الحالة إضافة أنه كان أنا كمان في عندي حالة كمان ما قدرنا نجيبها في ركلة جزائلة الغازية كانت النتيجة 1-0 لحيدر أبو زاد كمان ركلة جزائلة هل هي المباراة التي تحت ضرب على سفر خلينا نروح لآخر حالة لأنه بدي استعرض الترتيب ضروري قبل ما نختم الحلقة مباراة الحكمة والبرج أنا برأيي هذه ركلة جزائلة لفريق البرج لفريق البرج طبعا هون خلد التكاجي مار لعب إداية 2 منعوا مش بهذه الطريقة الالتحام بيكون ولا المنافسة على الكرة بهذه الطريقة الحكم كثير قريب كمان هون في تضارب أراء حول هذه الحالة وهذا رأيك أنا هذا رأيي نحن نحكي رأينا مثل ما هو نحن أكيد بهمنا نعرف الحكام أنا قلت الحكام بحاجة لسقل للدعم دائما الحكم اللبناني يثبت نفسه بكل المواسم ولكن نحن بحاجة لشغل أكثر من لجنة الحكام بحاجة للحكام يتمرنوا عمليا على أرض الملعب بحاجة للحكام لاجتماعات أسبوعية لتفيدوا هذه الأخطاء أخطاء بسيطة شكراً دورينا ما في عنف يعني مقبول الوضع التحكيمي بكل أحبال شكراً لك ردوان غدور شكراً لكم